بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والسلام جمعين وبعد الحضور الكريم كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة وسلام وسعادة نتقل الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علمه كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد اللهم أمين يا رب العالمين الحضور الكريم موضوعنا هذا هو من أهم وأخطر الموضوعات على الإطلاق هو موضوع يلحب نفسه على ساحة الفكر الإسلامي والعربي والعالمي هو موضوع الساعة في كل وقت وهو موضوع الإلحاد ترى ما معنى الإلحاد وما الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد وكيفية مواجهة الحركات الإلحادية بداية الحضور الكريم لا بد أن أنوه إلى أمر هام جدا قد نحتاج في الاستدلال في هذا الموضوع على بعض آيات الكرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد جارت سؤال هنا إذا كان الملاحدة أساسا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وينكرون كل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى سواء أكان إنزال الكتب أو إرسال رسل فكيف نستدل بآيات الكرآن الكريم وهم أساسا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى نقول نحن نأخذ الجانب العقلي من خلال هذه الآيات الكرآنية لأننا كما نعلم جميعا أن الكرآن الكريم كتاب العقل ونبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى قوم لم يكونوا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فلابد من وجود قاسم المشترك يؤمنوا به فبالتالي نحن نأخذ الجانب العقلي من هذه الآيات أمر آخر إذا كنتم أنتم تستدلون على أقوالكم بأقوال مسلمة عندكم فكيف تمنعون على غيركم ما تجيزونه لأنفسكم فبالتالي هذه الآيات نحن نأخذ الجانب العقلي منها لا أحد يقول بأننا في هذه الحالة نجعل آيات الكرآن الكريم أخدا أو طريقا للأخذ والرد والطعن نقول لا لأنه إذا تعامل الإنسان بحياد تام وبعد عن أي هوى فإنه يصل إلى الحق ويصل إلى الصواب أي موضوع كما تعلمون حضراتكم لا بد فيه من بيان المعاني اللغوية أو المعنى في هذا الأمر لو رجعنا إلى أي معجم اللغوي نجد أن معنى الإلحاد الميل والعدول عن الشيء الميل والعدول عن الشيء والملحد المدخل في الشيء ما ليس منه والحتى أي جرت وملت والإلحاد أيضا بمعنى المراء والجدال ومنه الشك في وجود الله سبحانه وتعالى أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ومن المعاني اللغوية أيضا كلمة اللحدة وكلمة اللحدة بمعنى الشق وهو كما تعلمون حضراتكم أن هناك طريقة في دفن الميت هذه الطريقة أن يوضع شق في الأرض هكذا ثم يكون هناك شق آخر بأحد جوانب القبر فسمي لحدا أنه الميت يوضع في أحد جوانب القبر هذا المعنى اللغوي الذي هو الميل والعدول عن الشيء هو نفس المعنى الذي ورد كلمة الإلحاد في آيات الكرآن الكريم مثلا ما ورد في الكرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلحدون إليه أي لسان الذي يميلون إليه لعل حضراتكم تعرفون بأن سبب نزول هذه الآية الكرآنية الكريمة أن مشرك مكة قالوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد لهذا لابد أن يكون قد أخذ هذا الكرآن الكريم من غيره فبحثوا في بيئة مكة عليهم يجدوا هناك أحد يقولوا أنه أخذ الكرآن الكريم منه فلم يجدوا إلا غلاما روميا حدادا غلاما بمعنى أنه صغير السن ورومي بمعنى أنه ليس عربي وحداد بمعنى أنه لا علاقة له تماما بما هو من العلم أو الفكر أو الثقافة أو غيره فقالوا أنه محمد هذا أخذ هذه التعليم من هذا الرجل فالحق سبحانه وتعالى تذكر بأن لسان الذي يميلون إليه أعجمي يعني حتى مجرد نطق الكلمات العربية ولا يقدر أن نطقها فكيف يأتي بالكرآن الكريم المعجز الصالح لكل زمان وكل مكان والذي تحدي به العرب أهل فصاحة وبلاغة وبلاغة فعجزوا أن يأتوا مثله عجزوا أن يأتوا بعشر صور من مثله عجزوا أن يأتوا بصورة مثله فإذا كانوا هم عجزوا فغيرهم أعجز من باب أولى وكما نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه هو مجرد نطق اللغة العربية لا يقدر عليها فكيف يأتي بالكرآن الكريم من آيات الكرآن الكريم أيضا في هذا قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وظروا الذين يلحدون في أسمائه والإلحاد هنا أيضا بنفس المعنى اللغوي الميل والعدول عن الشيء والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى يكون من خلال أمور متعددة أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف أو بأسماء غير لائقة في حقه أو أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى بعض الأسماء أو الأوصاف الثابتة في حقه سبحانه وتعالى أو أن يؤخذ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ويشتق من هذا الاسم وصف ويجعل هذا الوصف علم على غير الله سبحانه وتعالى نحن نعلم بأن من أصنام العرب في الجاهلية أو آلات العرب في الجاهلية اللات والعزة ومنا اللات هذا إلحاد وتحريف من لفظ جلالة الله يبقى أخذوا من لفظ جلالة الله وصف وهو اللات وجعلوه علم على غير الله سبحانه وتعالى وصفوا به معبودهم العزة إلحاد وتحريف من اسمه سبحانه وتعالى العزيز مناه من اسمه سبحانه وتعالى المنان أيضا مما ورض في الكرآن الكريم في هذا قوله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى ليس المراض الإلحاد هنا القول بالتغيير أو التبديل أو الزيادة النقصان فقط ولكن الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى أن يؤول أو تؤول هذه الآيات تأويلا لا يتفق مع حقيقته نحن نعلم أن التأويل في حد ذاته محمود متى يكون التأويل مذموم في ثلاث حالات إذا كان لا يعتمد على شرع يتعارض مع الشرع إذا كان لا يعتمد على لغة يتعارض مع قواعد اللغة الصحيحة وإذا كان لا يعتمد على عقل وأعطي لحضراتكم مثال لهذا طبعا نحن نعرف قصة مسجد الدرار هؤلاء المنافقين الذين بنوا مسجدا وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي لهم فيه ثم يصعد أحدهم أعلى سطح المسجد أو أعلى حائط المسجد ويلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتله الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بنية هؤلاء وأرسل نبي صلى الله عليه وسلم كما من يقوم بهدم لأنه أساسا بني للإضرار بالإسلام بني للإضرار بدعوة الإسلام بني الإضرار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم سماه مسجد الدرار طبعا عندما يقول بأن المراد بمسجد الدرار هنا سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عصمان هل يمكن أن يكون هذا الكلام مقبول؟ يمكن أن يكون مقبولا له يتعارض مع الشرح يتعارض مع اللغة يتعارض مع العقل يتعارض مع أحداث التاريخ التي ذكرت بأن هؤلاء بنوا مسجدا وأرادوا الكيدة أو أرادوا الليلة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحضور الكريم اللغة العربية كما نعلم فيها ألفاظ متقابلة بمعنى قد يكون كلمة أو جزر كلمة تستعمل في معنى ونفس الكلمة أو جزر الكلمة ويستعمل في معنى مقابل له إذا قلنا بأن المراد بالإلحاد الميل والعدول عن شيء فإن هناك الملتحد يبقى ألحد مال وجار وعدل عنه وهناك ملتحد بمعنى آوى ورجع وعاد إلى ومن قوله سبحانه وتعالى ولن تجد من دونه ملتحدة أي ملجأ أو مأوى أو ملاذ إلا الله سبحانه وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدة يبقى هنا الإلحاد أو الملحد بمعنى المائل عن أما الملتحد بمعنى العائد والمائل أو العائد إلى إذن من حيث اللغة معنى الإلحاد الميل والعدول عن الشيء الحضور الكريم كل شيء في هذا الكون هو يقر ويشهد بوجود الله سبحانه وتعالى وكل شيء في هذا الكون هو يقر ويشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى حتى الكائنات غير العاقلة كل شيء يشهد ويقر بوجود الله سبحانه وتعالى الكون بحاجة إلى الدين الدين هنا هو عبارة عن لزوم وعلاقة بين طرفين يعظم أحدهم الآخر ويخضع لهم فإذا وصف به الطرف الأول كانت خضوعا من قيادا أي العابد وإذا وصف به الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا وحكما وإلزاما أي المعبود هي علاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العابد والرابط الجامع بين الطرفين هو الدستور النظم بتلك العلاقة هي التشريعات أو الأمور الشرعية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الناس الأصل في الكون جميعا هو الإقرار والإشهاد بوجود الله سبحانه وتعالى كما تعلمون حضراتكم بأن أول الخلق هو سيدنا آدم عليه السلام أول الخلق من البشر سيدنا آدم عليه السلام هو رسول مصطفى مختار مجتبى معلم فالأصل في البشرية جميعا الإقرار والإشهاد بوجود الله سبحانه وتعالى أما الحركات الإلحادية فهي حركات طارئة حركات طارئة تثبت الأصل وجود الله سبحانه وتعالى ولا تنفيه فكأن هذا الكون هكذا يسير في تناغم وفي انتجام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى والحركات الإلحادية هذه كأنها نغم نشاز أو تثير عكس الطيار لأنها تتصادم مع الفطرة وتصادم مع الطبيعة الإنسانية هذا الأمر هو الفطرة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمان لأن الإسلام الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها والإسلام الإنقياد والإزعان والإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا هو العهد والمساق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ونحن في أصلاب آبائنا في عالم الضر كما يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا نحن في أصلاب آبائنا في عالم الضر أخذ علينا العهد والمساق للإقرار والإشهاد بوجود الله سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد والمثاق للإقرار والإشهاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى ولكن مع تقادم العهد احتجنا إلى التفكير في هذا فكانت دعوات الأنبياء عليه السلام للتفكير بالعهد الذي أخذ علينا ونحن في أصلاب آبائنا الحضور الكريم حتى في فترات إنكار العرب لوجود الله سبحانه وتعالى فإننا نجد أن هناك من عرفوا بالحنفاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام على الحنفية السمحاء وكان منهم مثلا قص بن سعدة الإيادي وزيد بن عمر بن فيل وورقة بن نوفل وغيرهم وقص بن سعدة هذا كان لا أقوال وكان نبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع هذه الأقوال التي نقلت عنه عن قص هذا فمن أقوال قص هذا كان يقول يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا كل من عاش مات وكل من مات فات وكل ما هو آت آت ليل دج وسماء ذات أبراج ونجوم تظهر وبحار تظهر وجبال مرسية وأنهار مجرية إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا أرى الناس يموتون ولا يعودون أردوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا أقسم قسما بالله لا إثم فيه إن لله دينا أرضى مما أنتم عليهم وأخذ ينشد ويقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مصارعا للقوم ليس لها مصائر ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر يبقى أثبت وجود الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد أن يكون هناك حسابا أن يكون هناك يوان آخر يحاسب فيه الإنسان على ما قدم سواء أكان محسنا أم غير محسن هذا الإقرار والإشهاد كما عرفنا لم يقتصر فقط على الإنسان ولكن الإقرار أيضا كان حتى الكائنات غير العاقلة أقرت وشهدت بوجود الله سبحانه وتعالى وأقرت وشهدت بوحدانية الله سبحانه وتعالى انظروا الحق سبحانه وتعالى قول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس هذه لأنها كائنات غير عاقلة الله سبحانه وتعالى ذكرها بصيغة الجم سجود انقياد وإزعان وإقرار وإشهاد بوجود الله سبحانه وتعالى وحدانية الله سبحانه وتعالى تبع الإنسان باعتبار أنه مكلف الله سبحانه وتعالى قال وكثير من الناس ويقول الحق سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وانظر الحضور الكريم إلى هناك من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم متأدبين ليس مع الله سبحانه وتعالى فقط ولكن حتى مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى المخلوقات غير العاقلة كان هناك من علمائنا ومن سلفنا الصالح كان هناك رجل محدث وأخذ لقب ثقة وهذا درجة عالية جدا في الحديث كانوا يسمى بشر ابن الحارث الحافي وكما نعلم أن معنى الحافي هو من يسير عاري القدمين لا يرتدي حذاء في قدمه لا ينتعل نعلا في قدمه هناك أسباب متعددة لترقيبه بالحافي ولكن من هذه التعليلات تعليل طريب جدا في موضوعنا هذا أنه قال أنا كإنسان قد أغفل في بعض الأحيان عن ذكر الله سبحانه وتعالى والأرض التي أطأها بحذاء لا تغفل أبدا عن ذكر الله فكيف يليق بي أنا الغافل في بعض الأحيان عن ذكر الله أن أطأ بحذاء من لا يغفل أبدا عن ذكر الله فآثر أن يسير حافي القدمين تأدبا مع الأرض التي يسير عليها فما بالنا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء في هذا الكون ويقر ويشهد ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويقر بوجود الله سبحانه وتعالى الحضور الكريم إذا أخذنا بعد ذلك في السعراض هم الأمور التي يعتمد عليها الملاحلة هم يقولون على مر التاريخ وجد من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى هناك من توصل بعقله إلى أن هذا الكون أن هذا العالم وجد ولا موجد له وهؤلاء لا يمكن أن يغفل آثارهم ولا يمكن أن يغفل ما توصلوا إليه فقالوا هؤلاء لو توصلوا إلى شيء توصلوا إلى أن هذا الكون أوجد نفسه بنفسه كذا ولا موجد له ولا يمكن أن ننكر هذه الجهود أجل الحضور الكريم أن نمع في أمر هام جدا هؤلاء الناس هؤلاء الملاحدة هل يمكن أن يقارنوا من حيث الكم أي العدد ومن حيث الكيف أي التأثير مع من أثبت وجود الله سبحانه وتعالى لا يمكن كما قلنا أن الحركات الإلحادية هذه هي حركات طارئة في التاريخ الإنساني وهي عادة تظهر في وقت الضعف وفي وقت اختلاف الناس فيظهر هذه الحركات الإلحادية هم يعملوا على وقت أو على اختلاف الناس فيظهروا في هذه الأوقات يبقى إذن لا يمكن أن يقارن الحركات أو من يثبت وجود الله سبحانه وتعالى والأصل مع هذه الحركات الإلحادية الطارئة على مر التاريخ سأسكر لحضراتكم مقارنة أو محاورة دارت بين منكر لوجود الله سبحانه وتعالى أو ملحد وبين مثبت لوجود الله سبحانه وتعالى مدلل على وجوده هذه المناظرة كانت بين هذا الملحد وكانه يسمى أريستوديم أريستوديم أظن حضراتكم لم نسمع عن هذا الاسم قبل ذلك ناقشه رجل آخر يسمى أريستو هل أحد مننا لم يسمع عن أريستو أم لم يعرف أريستو نحن جميعا سمعنا عنه بمعنى آخر لو لم يكن في هذه المحاورة أريستو طرفا فيها لم يعرفنا شيئا عن أريستوديم هذا ولما يعرفنا هذه المحاورة التي دارت لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى ما هذا المنكر وجود الله سبحانه وتعالى ننظر إلى هذه المحاورة التي دارت بين أريستوديم المنكر وأريستو وكما تعلمون حضراتكم أن أريستو كان أستاذا لأفلاطون وأفلاطون كان أستاذا ل هذه المحاورة كانت بين سكرات سخراط كان أستاذا لأفلاطون وأفلاطون كان أستاذا لأرسو وأرسو هذا كان أستاذا لإسكندر الأكبر الذي قام بهذه الفتحات الكبيرة في العالم وكان من ضمن البلاد التي فتحها مصر وبنى مدينة الإسكندرية ننظر إلى هذه المحاورة وننظر كيف دلل على وجود الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت سخراط يقول لأرسو ديم أيوجد رجال تعجب بمهارتهم وجمال صناعهم سخراط أرسو ديم يقول نعم أعجب في الشهر القصصي بهومير وفي التصوير بزيوكيس وفي صناعة التماثيل ببوكليد في القصص بهومير عليكم تعرفون بأنه كان هناك هيموروس وهذا ألف الإليازة والأودسة وعبارة عن آلاف الأبيات الشعرية في التصوير الرسم بزيوكيس وفي صناعة التماثيل ببوكليد سخراط يقول أي الصناعي أولى بالإعجاب الذي يخلق صوراً صوراً بلا عقل ولا حراق أم الذي يبدع كائنات تتمتع بالعقل والحياة فقال الذي يبدع كائنات تتمتع بالعقل والحياة ما لم يكن من نتائج الاتفاق ما لم يكن هذا شيء يجي على سبيل الاتفاق وأرجو الانتباه معنى الاتفاق هنا إذا سمعنا كلمة الاتفاق في أي كتاب من كتب العقيدة أو الفلسفة أو المنطق أو غيرها فإن المراد بالاتفاق هنا معناها المصادفة لأن الملاحدة يعتمدون على ما يسمى به المصادفة يقول إذا لم يكن هذا من نتائج الاتفاق أي المصادفة هنا سكراط يناقش في فكرة المصادفة يقول وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أي المصادفة أن تعطى الأعضاء لمقاصد وغايات خاصة هل يمكن أن تكون من المصادفة أن كل عضو في بدل الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى غاية ومقصد لو لا هذا أو لو لا وضعوه هذا لما أدى الحكمة والغرض منه انظروا عين طرع الله سبحانه وتعالى من حكمة جعل آدات الرؤية هي العين وانظروا أرجو الانتباه لو أن العين هذه في مكان غير مكانية هل يمكن أن تأتي الغرض منه؟ لا يمكن عين طرع وانظروا درجة حرارة جسم الإنسان 37 درجة في أي بيئة كانت درجة حرارة العين 9 درجات ولو زادنا عن هذا لن صارت يعني معنى هذا أن جفنا العين 37 والعين 9 درجات ولا يوجد ما يسمى بقانون الاستقطراق بمعنى أن تتأثر برودة العين من حرارة الجسم ولا تتأثر حرارة الجسم من برودة العين المعدة تكون 40 درجة وتزيد إذا تناول الإنسان طعاماً دسماً يعني معنى هذا الجسم واحد وضرجات الحرارة فيها متعددة حتى تتناسب طبيعة كل عضو عين ترى وأذن تسمع من حكمة الله سبحانه وتعالى هذه الأذن هذا الشكل الجمالي ولو لم تكن بهذه الهيئة هذا الصوان الذي يجمع الأصوات لما قضى الإنسان على أن يسمع جيداً لو كانت هكذا لما استمعنا جيداً ولكن من حتمته سبحانه وتعالى أنه جعلها كذا حتى يسمع الإنسان جيداً وأنف يشم سبحان الله كما تعلمون أن هناك شعرات في مدخل الأنف هذه التنقية للهواء فلتر للهواء وهذه تكييف الهواء قد يكون الهواء بارداً أو ساخناً فتعمل هذه الشعرات على تنقية الهواء وعلى مناسبتها للرأتين في حيث عندما تنفس الإنسان يتنفس الإنسان فإنه لا يتأذى من برودة الهواء أو من سخونته ولسانه يتذوق سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى أيضاً أنه جعل مراكز الإحساس في لسان مختلفة طرف اللسان يتذوق الحلف جانبي اللسان يتذوق الحري والحمد الشيء الحار والشيء الحمد والعين تحاط بحراسة لحساسيتها وضعفها تقفل عند النوم أو عند الحاجة وتحرص بالرموش والحواجب هل يمكن أن يكون ذلك من نتائج الاتفاق؟ طبعاً هنا هذه المحاورة يلزم أرستوديم بأنه لا سبيل في هذا العالم لما يسمى بالمصادفة والميل المودع في النفوس للتناسل من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل كل نوع يميل إلى النوع الذي يقابله الذكر من جميع المخلوقات يميل إلى الأنسى والعكس ولولا هذا لما كان هناك بقاء للموجودات والميل المودع في النفوس للتناسل والحنال المخلوق في قلوب الأمهات بالنسبة للأولاد مع ندرة أن ينفع ولد أباه أو أمة الحق سبحانه وتعالى قضف المحبة في قلوب الآباء والأمهات حتى يتربى الأبناء ولو لهذه المحبة لربما لم يتربى الأبناء الله قضف هذه المحبة في قلوب الآباء والأمهات حتى ينشأ الأطفال حتى ينشأ الأبناء نشأة طبيعية سوية والطفل الذي يلهم الرضاعة بمجرد ولادته سبحان الله من حكمة الله الجنين في بطن أمه فإنه يتغزى من طعام أمه من خلال الحبل السري طب إذا انفصل فإنه مباشرة يلهم الرضاعة وانظروا هنا كما نعلم جميعا بأن الرضاعة هنا تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل يحتاج في الأسابيع الأولى إلى كمية معينة من كذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الطعام فيه النسبة لا تناسبه يحتاج إلى زيادة في عناصر معينة وكذا فتجد أن هذه تزاد معه في كل مرحلة عمرية وهذا يمكن أن يكون هذا على سبيل المصادفة أو على سبيل الاتفاق أو ليس من مبدأ خالق عظيم حكيم والطفل الذي يلهم الرضاعة بمجرد ولادته هل يمكن أن يكون ذلك كله من نتاج الاتفاق أي مصادفة؟ أرسديم يقول لا إن ذلك يدل على الإبداع وعلى أن الخالق عظيم ولكن الشبهة التي يعتمد عليها الملاحدة ونحتاج إلى مزيد إطاح لها بعد ذلك ولكن لماذا لا نرى الخالق؟ ولكن لماذا لا نرى الخالق؟ الشبهة التي يعتمد عليها الملاحدة بأنه لا يمكن الإقرار بوجود موجود إلا إذا كان مرئياً وملموساً ومحسوساً وأن ما لا يمكن أن يرى أو يحس فلا وجود لهم فهنا يقول لماذا لا نرى الخالق؟ انظروا إلى رد سكراط في هذا الوقت ونفس الرد الذي اعتمد عليه العلم في الوقت الحاضي يقول وأنت أيضاً لا ترى روحك التي تتسلط على أعضائك فهل معنى هذا أن تقول إن أفعالك صادر عن اتفاقه بدون الإدراك؟ وأرجو انتباه كما نعلم جميعاً بأن الإنسان مكون من مادة وروح جسم من بدن وروح هل أحد من نرى الروح؟ لم نرى الروح هل يمكن لأحد أن ينكرها؟ لا يمكن لأحد أن ينكرها كيف عرفنا أنها موجودة من خلال آثارها من خلال حلقة البدن؟ ولذلك هناك دليل يسمى دليل المماثلة دليل المماثلة ومعنى المماثلة هنا المماثلة المشبهة بين من يحرك البدن وهي الروح وهي غير مرئية وبين من يدبر ويحرك العالم والله سبحانه وتعالى غير مرئي وغير ملموس وغير محسوس لأنه ليس جسماً ولكننا نرى الله سبحانه وتعالى في كل مخلوقاته وهذا الأمر سيحتاج إلى مزيد إضاحة بعد ذلك في هؤلاء الذين يعتمدون على القول بالمصادفة فبالتالي هؤلاء الذين يقولون بأنه على مر التاريخ وجد من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى بأن هذا الكلام ليس صحيحاً لأن لا يمكن أن يقارن من أثبت وجود الله مع من أنكر وجد الكثير من من يسمون بالفلاسفة الإلهيين وهؤلاء كثروا على مر التاريخ منذ أقدم العصور حتى عصرنا هذا أما الملاحدة فهذه حركة طارية كما قلنا قبل ذلك هي نغم نشاذ هي تثبت الأصل الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى ولا تنفيه الأصل الذي هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الذي يعتمد عليه الملاحدة هو قولهم بما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور أو نظر الدرون وهذا ما نتحدث عنه في الأمر الثاني أو الأهم والأظر عند هؤلاء الملاحدة في إن كاريم وجود الله سبحانه وتعالى اعتمادهم على ما يسمى بنظرية التطور أو النشوء والارتقاء أو نظرية الدرون بداية من الخطأ أن تسمى هذه النظرية لأن معنى النظرية أنها قضية علمية استدلة عليها ووجدت عليها الملاحظات والتجارب وآتت بنتاج متماثلة ثم بعد ذلك تصير نظرية ولكنها هي مجرد افتراض وافتراض غير علمي ولم يثبت صحته يبقى فرد وهذه الفردة هي مرحلة من مراحل النظرية وفرد غير علمي يعني هذا كلام غير علمي ولم يثبت صحته وأن شوء الارتقاء لأنهم يقولون أن الكائنات نشأت ثم تطورت يقولون أن الكائنات نشأت من خلية حية بسيطة خلية حية بسيطة نشأت ثم هذه الخلية الحية البسيطة ارتقت نشو ارتقاء ارتقت إلى أن وصلت إلى حيوان لا فقاري يعني لا يوجد هذا العمود الفقاري ثم من حيوان فقاري إلى حيوان فقاري ثم من الحيوان الفقاري إلى القرد ومن القرد إلى حلقة متوسطة يقولون أن هذه الحلقة المتوسطة هي حلقة مفقودة ثم من الحلقة المتوسطة وجد الإنسان فالإنسان هذا على سلم أو على قمة هرم هذه المخلوقات التي نشأت من خلال خلية حية بسيطة نشوء والارتقاء وتسمى نظرية داروين نسبة إلى من قاعد ونشر هذه النظرية طبعا نحن قلنا أن هذا لا يسمى نظرية واتشل الداروين وإن كان هناك من قال بهذا الكلام قبل ذلك وإن كان هناك من حاول أن يدلل على هذه النظرية بعد داروين خلية حية بسيطة ثم حيوان لا فقاري ثم حيوان فقاري ثم القرد ثم الحلقة المتوسطة ثم الإنسان اعتمدوا على هذا الكلام بما يسمى بتنازع البقاء أو تصارع البقاء أو البقاء للأقوى أو البقاء للأصلح يقولون أن الكائنات في تنازع في نزاع فيما بينها في صراع فيما بينها حتى يبقى الأقوى وحتى يبقى الأصلح أظن حضرتكم تعلمون أن هذا الكلام تاريخيا ومن خلال العلماء المعنيين بالجيولوجيا والعلماء المعنيين بالبحث في هذه الأثار وهذه الأشياء دل على أن هذا الكلام غير صحيح إنه كان هناك حيوانات عملاقة جدا مثلا مثل الديناصورات وهذه انقرضت على مر التاريخ ولم يعد لها وجود المفترض على كلامهم هم إذا كانت البقاء للأقوى أو البقاء للأصلح أن يبقى الديناسور تب لماذا الديناسور وهناك حيوانات عملاقة غير هذه لماذا هذه فنيت وبقي الخلية الحية البسيطة وهكذا يبقى المفترض أن يبقى على كلامهم أن يبقى الأقوى وأن ينمحي وأن يتلاشى وأن يزول الأضعب ولكن هذا غير مشاهد طيب إذا كان على كلامهم لماذا بقيت الخلية الحية البسيطة والحيوان اللافقاري والحيوان اللافقاري والقرد والحلقة المتوسطة التي تطورت عن القرد وتطور عنها الإنسان لماذا هذه فقدت المفترض بمنطقهم هم أن الحيوانات الأقدم هذه أو الكنات الأقدم هذه تفنى هذه تنمحي هذه تزول ويبقى الأحدث طيب لماذا وجدت هذه وهذه لماذا وجدت الخلية الحية البسيطة والحيوان اللافقاري والفقاري والقرد والحلقة المتوسطة التي تطور عنها الإنسان لماذا هذه فقدت المفترض بكلمهم هم على كلمهم أو من خلال منطقهم أو ما ترتب على منطقهم أن الأحدث هو الذي يبقى وأن الأقدم هو الذي يزول أو ينمحي هذا الكلام ليس موجودا هم يعتمدوا على هذا الكلام طيب كيف وجدت الخلية الحية البسيطة هذه يقولون أنه وجد في ماء آس في ماء متغير طيب من الذي أوجد هذا الماء وجعل هناك العناصر تتفاعل حتى توجد الخلية الحية البسيطة لماذا وجدت هذه الأشياء ما هي الأسباب التي أدت إلى تفاعل حتى يرتقي هذا عن هذا وارتقي هذا عن هذا وكذا وارتقي إلى أمر القول بالتطور في النوع الواحد لا مشكلة فيه ولكن التطور من نوع إلى نوع آخر حتى في الحفريات لم يثبت هذا الكلام وهم ذكروا بعض الأشياء هم لبسوا على الناس فيها ولكنها أشياء غير علمية وأشياء غير صحيحة يبقى هذا الكلام في الحقيقة غير مقبول غير مقبول أمثال هذه الأمور يجب أن تعتمد على أمرهم إما على العلم وليوجد دليل علمي قطعي يقول بهذا الكلام وإما أن يعتمد على المشاهدة بهم لما يشاهدوا هذا الكلام وانظروا إلى تعبير الحق سبحانه وتعالى في الرد على هؤلاء ونعود إلى ما قلناه في بداية المحاضرة أن نحن نأخذ الجانب العقلي من خلال الاستدلال بآيات الكرآن الكريم وأحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا هم لم يشاهدوا خلق السماوات والأرض ولم يشاهدوا خلق أنفسهم والحق سبحانه وتعالى سماهم مضلين لم يكونوا معاونين أو مساعدين أو معاضدين لله سبحانه وتعالى في إيجاد الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء ولم يشاهدوا خلق هذه الأشياء فكيف يدعوا وكيف يقولوا بأن السبب في نشأة كذا وكذا بأشياء كلها تخرصات وأشياء كلها ليست صحيحة إذن هذا الكلام قالوا أنه وجد في ماء آثن أيضا وأرجو أن ننتبه لهذا الكلام الحق سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى كل شيء موجود خلقا مستقلا من خلال زوجين وليس متطورا نوع عن نوع آخر ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى كما تعلمون حضراتكم حتى هناك الأشياء غير العاقلة هناك منها ما هو موجود من خلال زوجين مثلا كما تعلمون حضراتكم الكهرباء الكهرباء من خلال طرف موجب وطرف سالم ولوله هذا لما أمكن أن نستفيد من الكهرباء ولما أمكن أن تكون أمثال هذه الأشياء النقطة الثالثة وهي الأهم كاعتماد هؤلاء على هذا الكلام هم يعتمدون كيف وجد هذه الخلية الحية البسيطة من خلال الماء الآسن فقالوا أن هذا وجد على سبيل المصادفة الصدفة ونحن رأينا كيف رد سقراط على من يقول بالمصادفة مناقشتنا الآن حضور الكريم إلى فكرة أو القول بالمصادفة أو قول بالمصادفة في الحقيقة لا يوجد إنسان عنده أدنى عقل يمكن أن يقول بالمصادفة فإنما يأتي على سبيل المصادفة لا يتكرر ما يأتي على سبيل المصادفة لا يتكرر والصدفة لا تنشئ نظاما متكاملة الصدفة لا تنشئ نظاما متكاملة هذا بالضبط مثل ماذا؟ انظر الحضور الكريم لو قلنا أن هناك عنصر تركب مع عنصر آخر على سبيل المصادفة عند تركب عنصر سالس يؤدي إلى افتراق العناصر المجتمع عند تركب عنصر سالس يؤدي إلى افتراق العناصر المجتمع ونضع أمثلة على هذا أرجو الانتباه لو قلنا مثلا إدارة المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف هذه الفقرة هذه العبارة أو هذه الجملة لو أن عندي لوحة مفاتيح وكتبت عليها كذا على سبيل المصادفة وعلى سبيل العشوية كتبتها كذا هل يمكن أن يأتي حرف الألف أولا؟ احتمال إتيان حرف الألف احتمال ضمن 28 احتمالا عدد الحروف اللي جائية هل يمكن أن يأتي حرف الألف ثم يأتي بعده حرف اللام؟ قد يأتي حرف اللام وينمحي أو يزول حرف الألف حتى يأتي حرف اللام بعد حرف الألف أحتاج إلى ضرب 28 في 28 سيأتي حرف الألف وحرف اللام هل يمكن أن يأتي بعده حرف الميم؟ أحتاج إلى ضرب 28 في 28 في 28 وكذا العلماء يحسبون فقط لمجرد كتابة كلمة بحساب بداء الحروف مكونة مثلا من 20 حرفا أو من 25 حرفا فإن هذا يحتاج إلى مليون سنة فقط لمجرد كتابة كلمة فهل يمكن بهذا العالم بكل ما فيه من دقة وعناية ورعاية وإبداع هل يمكن أن يكون نشع على سبيل المصادفة؟ لا يمكن لإنسان عنده أدنى عقل أن يقول بما يسمى بالمصادفة انظر الحضور الكريم لو قلتم مثلا الكتاب الذي في يدي هذا هو عبارة عن 200 صحيفة مثلا لو قمت بتقطيع هذا الكتاب نتفا صغير وألقيت بيه في الهواء هل يمكن أن تسقط قصاصة بجوار أختها؟ بعيد ولكنه ممكن هل يمكن أن تسقط قصاصة ورقة كاملة على الأرض بجوار بعضها؟ بعيد جدا ولكنه ممكن ولكن هل يمكن بعد أن قطعت هذا الكتاب نتفا صغير وألقيت بيه في الهواء أن يسقط مرتب مسلسل مغلف مدبس كما هو؟ مستحيل نعم القول بالمصادفة أشد السحالة من هذا الكلام القول بالمصادفة أشد السحالة من هذا الكلام فلا مجال للمصادفة في هذا الكون والقول بالمصادفة ينفي تماما وهو مرئي ومشاهد ومحسوس ومعلوم في هذا الكون أرجو أن ننتبه أيضا إلى أمر هام جدا هنا الحضور الكريم لو نظرنا لكل شيء في بدن الإنسان وهذا من أدلة وجود الله وكل شيء في هذا الكون يدل على الترتيب وعلى العناية وعلى الإبداع وعلى الإحكام وينفي تماما ما يسمى بالمصادفة العلماء يقولون مثلا أن خلق الإنسان موجود الإنسان مما يسمى بالصفات الوراثية أو الصبغيات أو الكروموزومات الإنسان مكون من 46 كروموزوما 46 كروموزوما 23 من الرجل و23 من الأنسان لو أخذنا في تحليل الكروموزوم الواحد الصفات الوراثية للكروموزوم الواحد وأخذت في كتابة تحليل هذه الصفات فإنه يأخذ مئتي ألف صحيفة 200 ألف صحيفة 200 ألف صحيفة في تحليل الكروموزوم الواحد يعني معنى هذا مائتي ألف في ستة وأربعين طب مائتي ألف وستة أربعين يساوي كم؟ أرجو انتباهي يساوي واحد خلية حية يعني معنى هذا أن كل خلية حية في جسم الإنسان تحتوي على ستة وأربعين كروموزوما كل كروموزوم الصفات الوراثية فيه ستة وأربعين مائتي ألف صحيفة يعني انظروا لو معي موسوعة عبارة عن مائتي ألف صحيفة انظروا كيف يكون حجمها طب جسم الإنسان به كم خلية حية على سبيل التقريب على سبيل التقريب العماء يقولون لو كتبتوا إثنى عشر هكذا وأمامه عن يمين ستة عشر صفرا واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عدى عشر تناشر تتاشر 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 رقم مهول هذا على سبيل التقريب فهل يمكن أن يكون هذا كله على سبيل المصادفة لا مجال لقول بالمصادفة ولكن يدل على خالق عظيم بديع حكيم أتقن كل شيء ولا مجال فيه لما يسمى بالمصادفة وهذا الأمر ما يسمى دليل الأنفس ما هو موجود في نفس الإنسان ولعلنا رأينا في المحاورة التي ضارت بين سخرات وأرسو ديم ما يدل على هذا الأمر طب النظر في الآفاق نحن نقيس المسافة الطويلة بماذا؟ الكيلو؟ طب إذا كانت طويلة جداً؟ نعم بالمقياس الضوئي المقياس الضوئي الضوء يقطع ثلاثمائة ألف كيلو في الثانية الواحدة يعني الثانية هذه هكذا الضوء يقطعه في ثلاثمائة ألف كيلو لذلك المسافة ما بين الشمس إلى الأرض يقطعها الضوء في ثماني دقائق في ثماني دقائق يعني معنى هذا ثلاثمائة ألف في ثمانية في ستين عدد الثواني طب ما بين قطبي المجموعة الشمسية القطبي المجرة التي فيها مجموعتنا الشمسية كما نعم المجموعة الشمسية هذه ضمن بلايين المجموعة فيما يسمى بالمجرة ما بين قطبي المجرة التي فيها مجموعتنا الشمسية العلماء يقولون أنها مليون سنة ضوئية تقطعها ويقطعها الضوء في مليون سنة مليون سنة ضوئية هذه المجموعة ضمن بلايين المجموعة فيما يسمى بالمجرة ضمن بلايين المجرات في كون الله سبحانه وتعالى الصحيح الذي لا يساوي شيء انظروا فالإنسان هذا في هذا الكون الإنسان موجود على كوكب الأرض ضمن المجموعة الشمسية ضمن بلايين المجموعة فيما يسمى بالمجرة ضمن بلايين المجرات فيما يعرف بضرب أو سكة التبانة لماذا سميت سكة التبانة؟ نسبة إلى التبن أظن حضركم تعلمون التبن التبن هذا لضآلتي ولهاشاشتي انظر ما الذي يمكن أن يكون فيه الطريق الذي يحمله حملة التبن والذي يحمله هؤلاء لا شك أنه يأخذ عدد هائل جدا كل واحدة من هذه تمثل مجرة التي مجموعتنا الشمسية في هذه المجرة تقطع مسافة ضوء مليون سنة ضوئية فهل يمكن أن يكون هذا على سبيل المصادفة؟ نعطي مثال أخير للحضور الكريم ما يدل على الإبداع وعلى الرعاية وعلى العناية وعلى خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون انظروا يوجد نوع من الأسماك ويسمى ثعابين البحر هذا النوع يتكاثر في مكان واحد فقط في العالم السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية أمكن الآن تخليقه استزرعه وأمكن أن يستضرع في مازارة وكذا ولكن أصل في هذا أنه يتم التزاوج في هذا المكان يعني هذا النوع من الأسماك في أي مياه في العالم يذهب للتكاثر في هذا المكان وقد يأخذ شهورا أو سنوات بحسب القرب أو البعض من مكان التزاوج وقد ينتقل في أحيان من مياه باردة إلى مياه دافئة أو العكس وقد ينتقل في أحيان أو يسير في بعض أحيان أخرى عكس الطيارة وعندما يتم التزاوج فإن الآباء والأمهات يموتون في نفس المكان الذي تم فيه التزاوج ويعود الأبناء إلى المكان الذي خرج منه آباءهم سبحان الله من الذي ألهمهم هذا؟ هل يمكن أن يكون هذا على سبيل المصادفة؟ لو أخذنا نتقصي أو نعرف الحكم والأسرار والدروس والعبر في هذا المثال فإنها أكثر من أن تحصى ولكن من أهم هذه الأمور وأرجو أن ننتبه إلى هذا فيه محبة الوطن محبة الوطن الله سبحانه وتعالى ألهم هذا النوع من الأسماك هو صغير محبة الوطن الذي خرج منه آباءهم حتى يعود إليه مرة ثانية فبالتالي لا يوجد أي مكان المصادفة أو أي سورة المصادفة ولكن كل ما في هذا الكون هو خلق بدقة ورعاية وإبداع وإحكام يدل على أن الله سبحانه وتعالى ويدل على أن الخالق عظيم الملاحظة يعتمدون أيضا في إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى على أشياء أخرى هذه الأشياء مثلا عدم فهمهم لحقيقة القضاء والقدر قالوا بأن نحن وجدنا في هذه الدنيا عن طريق طبعا نحن قلنا بمصادفة قالوا يقول بما يسمى بالدهرية أو الدهريين وهكذا وإذا انشاء الله رب العالمين سنناقش في المقطع التالي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم